تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطن برغاية بتوقيف شخصين يقومان بتقليد وتزوير علامات تجارية للأجهزة الكارومنزلية بحي الحاميز بلدية الدار البيضاء وولاية الجزائر وهذا يندرج ضمن حماية المستهلك من الغش ومحاربة الجريمة بشتاء نوعها القضية جاءت إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة أين تم استغلالها والبحث والتحريف في الموضوع حيث توصلوا لشخصين يبلغا من العمر 42 و45 سنة يملك محلات تجارية خاصة ببيع الأجهزة الكارومنزلية تم تنقل رفقة مصالح التجارة للدار البيضاء ومعاية المنتوجات أين ضبطت هذه الأجهزة بعلامات أوروبية معروفة ولكن بعد الخبرة والتحري في الوثائق تبين أنها مزورة وأنها في الحقيقة أجهزة بعلامات تجارية مجهولة المصدر وبقصة الثمن يتم مسحها بمواد مجهولة ووضع في مكانها علامات ذات صنع أوروبي وبيعها بأثمان باهظة وهذا من أجل الربح السريع تم توقف معنيين وحج 35 جهاز من مختلف الأنواع مزورة وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة